السلام عليكم ورحمة الله معكم سيد من قناة ابدع واستمتع وفيديو جديد بنستكمل مجموعة حلقات شرح ميكروسوفت وورد ومعانا النهاردة الحلقة الثامنة وشرح قائمة وياريت اللي ما اشتركش معانا يتكرم علينا بالاشتراك ونوعدكم ان انتو هتستمتعوا بشرحات كتيرة وجميلة على قناتكم ابداع واستمتع النهاردة بنتكلم عن قائمة قائمة هنا هوت من القوائم المهمة جدا جدا اللي لازم اي حد بيشتغل على يتعرف على امكانياتها بنخش نهارة من على المجموعة اللي على الشمال اللي هي تمام اللي هي القائمة المتعلقة بعمليات المراجعة اول الحاجة هنلاقي هنا على اليسار هنا هوت متعلقة زي ما انتشايف بالاخطاء الاملائية والاخطاء المتعلقة بقواعد هنا هوت زي ما انتشايفين في كلمة معمولة عليها علامة خط احمر وده معنى كده ان في او خطأ املائي تمام فهنا هوت بتقف تعمل عليها وبتلاقي هنا هوت الكلمة اللي هو بيقترحها الصح او بتدوس هنا هوت على كلمة سبيلنج اند جرامر تمام هتلاحز هنا هوت ان فتح لك نافذة على اليمين تمام فيها هنا هوت الكلمة اللي معمول عليها علامة احمر وتحت كتب لك الكلمة المقترحة بدل الاس بيت بالزد تمام وكتب لك كمان شرح لها ده كان اول جزئية متعلقة تمام هنا هوت تقدر تختار يا اما اجنور تخلي الكلمة انت واسك ان الكلمة دي صح بس هي مش موجودة في تمام او بتعمل لو اتكررت بيعمل لها او بتعمل لها اضافة الى طبعا الكلمة هنا صحيحة تمام هي فعلا بتكتب بالاس او بالزد فبتاعم الان هوت حاجة اسمها اضافة الى مجرد ما دست تلاحز ان الكلمة ان هوت تشال من عليها العلامة اه الحمر او الخط الاحمر وده معنا كده ان هي خلاص اضافت للقموز بتاع وورد واتعرف عليها طيب هنلاقيها في خط ازرق تمام وهنا زي ما انت شايف الخط الازرق اللي هي المفروض بيبقى هنا في زي داش صغيرة ما بين الكلمتين لان هنا الكلمتين بيعملوا صفة لكلمة فاكت تمام فهنا مش فيش داش معنا كده ان هنا في خطأ في الجرامر او خطأ في التركيبة النحوية تمام زي ما انت شايف على اليمين هنا هوت في كتب لك ان في خطأ في الجرامر تمام اهي وحطت لك عليها علامة بالازرق تمام وهدي الكلمة الصح فاول ما دست عليها على طول اتغيرت تمام وينقلك على طول على الكلمة اللي بعدها تمام اللي هي الكلمة وبرضه هنا هوت او او بال او هنا طبعا هي لها نفس الكتبتين بتكتب فعلا بال او او بال او بس فهنا بتقعف وتدوس انت بتضيف الكلمة ديت للدكشنري ده كان رؤيا سريعة لموضوع تمام القائمة اللي بعدها هي قائمة وهي المعجم تمام اللي هي لما تيجي توفى على كلبة من دولت وتدوس على كلمة المعجم هنا المعجم يا جماعة مش قموس المعجم هنا هوت حاجة بتدور على مرادفات لها يعني مثلا كلمة عايز لك مرادفات تقدر تستخدم كلمة تانية غيرها زي تمام فكلمة بيجيب لك المرادفات لها من اه المعجم بتاعهم تمام هنا كلمة هتلاحز موجودة تحت نواة بتاعنا تلتمية اربعة وتمانين كلمة في الملف دوت او تقدر تدوس هنا وبيجيب لك احصائية كاملة لعدد اه الصفحات اتنين ثم عدد الكلمات وعدد الكلمات بدون وعدد الكلمات مع وعدد البراجرافات يعني الفقرات وعدد السطور دي كانت احصائية كاملة لو بتعمل كده هوت وبتدوس على كلمة هتلاحز ان هوت اختلف العدد ليه لانه هنا بيجيب لك الجزء المظلل فقط اللي انت علمت عليه عدد كلمات واحد وتسعين كلمة ثم باقي الاحصائيات زي بتا شايف طيب نخش في اللي بعدها اللي هي ريد الاوت لو انت عايز تسمع الكلام المكتوب بتكتو تعمل عليه هايلايت كده مثلا وبتعمل ريد الاوت بيعرف بصوت زي ما انت شايف وتقع في نهوت او تعمل اه ان هو يخش في اللي بعدها تقدر كمان تتحكم في الصوت سرعة الصوت تمام او تختار نوع القارئ يعني هنا تختار قارئ مختلف ها تحرك بقى اه من الشخص الاولان ديفيد بقى زيرا او مارك حسب اه خيارات الصوت فتقدر دلوقتي اي ملف عندك تعمل هايلايت وتعمل ريد الاوت تسمع الملف بدل ما تقرأه طيب هنا هوت اه بتاع الملف هنا هوت اه بتقدر تحدد اه الملف دوت قابل للفتح على اي اه من المجموعات البرامج الاخرى يعني هنا هوت تقدر تشوف مثلا نعمل هنا هوت شيك اكسيسيبوليتي طب نقفل الحاجات دي كتير اوى عندنا دلوقتي نقفلهم تمام وبعدين ندوس شيك اكسيسيبوليتي تمام زي ما انت شايف هنا هوت تمام هنا هوت بيقول لك ان الملف اوكي كويس شغال يعني هنا هوت بيقول لك الناس اللي عندهم عجز ما عندهمش اي مشكلة ان هما يقروا الملف ده او ان انت تسمع اللي هو زي ما انت شفت الصوت بتاعه فده يعني الملف ما فيهوش اي مشاكل في الاطلاع عليه طيب في عندنا قائمة تانية اللي هي قائمة هنا هوت اللي فيها وفيها طبعا من اسمها يعني الترجمة فتقدر مسلا تعمل على الجزئية ديت وتدوس تمام هيظهر لك قائمة تانية ترانسليتز سيليكشن ويز مايكروسوفت ترانسليتر ولا عايز تعمل ترانسليت للدوكومنت كاملة للوثيقة كاملة فاحنا هنختار الخيار الاول اهو نقفل ده وننتظر الترجمة هنا هوت في البان ديت في قائمة دي فتحت على اليمين زي ما انت شايفين اهو طلع لك بالعربي النتيجة تمام ليه لان انت مختار القموس العربي ممكن تختار اي آآ لغة تانية اهو زي ما انت شايف قائمة كبيرة جدا من اللغات طبعا تقدر تختار اي فقرة تعلم عليها تمام وبعدين تدوس ترانسليتر هاو يجب لك الفقرة تحت كاملة مترجمة الى اللغة العربية باستخدام مايكروسوفت ترانسليتر او المترجمة الخاص بتاع مايكروسوفت طيب قائمة اللغات هنا هوت برضو متعلقة بالبروفينج تولز او اه عمليات البحث عن اه الاخطاء اللغوية او الاخطاء النحوية كمام فهنا هو تقدر تحدد اللغات يعني هنا انا محدد عندي اللغة العربية والانجليزية لما نخش هنا ونشوف القيمة هتلاقيها زي ما تشايف ادي العربي وهي دي الانجليزي لو انت مسلا بتكتب بالفرنساوي تقدر تنزل في القيمة وتختار اللغة الفرنسية وتعمل لها تفعيل عشان تقدر بعد كده يفعل لك اللي هو المصحح الاملاقي والمصحح النحوي لهذه اللغة ده كان بالنسبة لقائمة بعد كده بتخش على هنا هوت يعني مراجعة واول حاجة فيها هتلاقي يعني انت بتعمل ملحوظة يعني فرضنا ان الملف ده مبعوط لك من شخص اخر بتقدر تقف مثلا هنا على الفقرة دي وتعمل عايز تعمله كومنت انه يصحح مثلا جزء معين في البراجراف دوت فتدوس هنا هوت او فتح طبعا الاسم الشخص اللي بيراجع مذكره فوق وهنا تقدر تقول له مثلا تقول له بريز فريفايز زاستايل تمام بتكتب اللي انت عايزه وبعدين خلاص بيتحدد لك الشخص لما بيتبعته بتروح للشخص الاخر ومعاه النوت ده او الملحوظة ديت وبيباله بالزبط مين اللي كانت الملحوظة بتقدر ترد على الملحوظة هو بيشوفها مسلا وبيعمل للملحوظة هنفترض ان ده شخص اخر هيقول مسلا تمت المراجعة ده كان بالنسبة لتقدر هنا هو التقف على اي او اي كومنت تمام تعليق وتعمل هنا هو او لو تعمل تمام او تعمل او يعني اللي تشوف النوت اللي بعده او تشوف النوت اللي قبله لو في حالة انه كان في اكثر من النوت في نفس الملف بعدين بتخش في الجزء اللي بعده اللي هو الجزء دي مهمة جدا بالنسبة للملفات الكبيرة اللي بيراجحها اكثر من شخص يعني مسلا انا هنفترض ان انا دلوقتي قريت الملف دوت وحبيت اعمل عليه تعديلات مسلا تمام فقبل ببدأ في عمل التعديلات بدوس تمام اهو تلاحظ ان هنا هو اول ما ابدأ اعمل تعديلات هعمل مسلا الكلمة دي احط تحتها خط مسلا اهو تلاحظ ايه اول ما احطت تحتها خط جاب لي يعني بيقول لك تم عمل تعديل في الفورمات واضافة طيب نعمل شوية تعديلات تانية اهو تعديل مسلا هنا اهو مسلا بدل ما هي مكتوبة كده اهو بالخط العاية نعملها مثلا اهو راحز برضا على اليمين الفونت اتغير بقى تمام ودي نوع اللي الفونت كمان كتبه طيب ممكن كمان نمسح حاجة مسلا سبيل المسال هنمسح الكلمة دي زي ما انت شايف ظهرت بالاحمر وعليها خط يعني الكلمة ممسوحة تمام بتعمل كل التعديلات وبعدين بتعمل سيف اهو بتعمل سيف وتبعتها للشخص وهيبلنوا على طول التعديلات المطلوبة بعد ما بيستلم التعديلات بيعمل حاجتين بقى هنا اهو تمام هيروح يعمل يا اما اكسبت تمام للتعديلات دي او تمام يسيبها زي ما هي اكسبت اول تشينجز تمام او يعمل ان هو يرفض التعديل ده يعني انا سيب المثال انا هنهوت شفت التعديل دوت خلاص عايز اعمل له اكسبت بقى هنا هو اقول اكسبت زي ما انت شايف على طول ظهر التعديل وبدون العلامة دي اللي كانت اصاده مكتوبة خلاص معناك ان انا هو فئة تعليم طيب هنا هوت مسلا انا مش موافق على التعديل ده بعمل خلاص بيشيلها وبيخش على اللي بعدها بيسيب النسخة القديمة شال البولد زي ما انت لاحظ اهو كان فيه بولد اتشالت ليه لان انت ما قابلتش التعديل طيب هنا هوت كان فيه كلمة ممسوح يا اما هنا هوت تعمل اكسبت او تعمل تمام طيب لو فردنا ان الملف كبير وفيه تعديلات كتيرة جدا وانت خلاص بسيت على كل التعديلات ديت وموافق عليها بتوقف هنا هوت وتختار تحت خالص تمام يبقى هنا هوت اما تعمل اكسبت او تشينجز تمام او تعمل اكسبت او تشينجز تراكينج ويتوقف عمل اي تراك للتعديلات ده كان الجزئية المتعلقة باللي تشينجز التغييرات اللي بتحصل من ملف الى اخر طيب هنا هوت فيه جزئية اللي هي المارك اب المارك اب اللي هي العلامات يعني انت بتعمل علامات كتيرة زي ما انت شفت ممكن تعمل كومنت ممكن تعمل تغيير ممكن انت تعمل تعديل في الملف فهنا هوت تقدر تعمل حاجة اسمها ان هو هنا هوت بيظهر لك كل العلامات اهو هنا هوت بيقول لك انت بتظهر الكومنت طب لو دست عليها اهو خفلك الكومنت هنا هوت ظهر الكومنت التعليق وهكذا اي تعديلات في الفورمات ظهرة ده كان بالنسبة للشو مارك اب ان انت هنا هوت تقدر تظهر كل التعديلات اللي بتحصل في البلف وده انواع التعديلات اللي حصلت في الملف هنا هوت هنا هوت لما بدوس عليها بيظهر لك كل حاجة متعدلة سواء على اليمين او على اليسار هنا هوت بيقول لك الشخص اللي عمل اه وعمل تاني على كتب التعليق وهنا هوت بيكتب لك التفاصيل بالزبط ايه بالزبط اللي تغير وايه هو التعليق اللي اتحط ده كان بالنسبة لقائمة التراكين وهنا هوت بصينا برضو لقائمة اللي هي اه يما تعمل اكسبت للتعديلات او تعمل ريجيكت لها او تعمل اكسبت وبعدين ترفض او توقف باقي التراكين تمام طيب بالنسبة للجزئات التانية بقى ان انت دلوقتي عندك ملفين انا افترض ان ده الملف الاولاني اهو هنسايفه عندنا في الجهاز تمام وهنسميه تمام وبعدين نعمل ملف تاني اهو وهنسميه يبقى انا دلوقتي عندي ملفين ملف اول وملف تاني طيب عايز اعمل هنا هوت هيقول لك هتعمل هنا هوت مقارنة ما بين اه لنفس الملف من نفس الملف طيب ندوس هنا هوت هيجيب لك هنا هوت طيب نشوف الاول نغير الاول في ده شوية حاجات عشان نعرف بالزبط هو يعمل اهو نعمل مسلا هنا هوت على كل دوت ونخليه بالاحمر تمام وهنا مسلا نعمل خط تمام وممكن نشيل مسلا ده خالص نعمله ده كده تمام خلاص نبدأ بقى نرجع تاني للقايمة ونعمل ونختار الملف الاولاني اللي هو كان عندنا واحد اهو والملف التاني اللي هو وجايبهم لك اخر ملفين اللي كنا فاتحينهم وقول له اوكي هو دلوقتي بيراجع للملفين بسرعة جدا وبيظهر لك حاجات مهمة جدا في التعديلات ما بين الملفين تلاحز نقط في القايمة اللي على اليمين تمام اللي انا اخترته كاوريجنال كاصلي تمام وجايب لك يعني الفقرة ديت دي ملاحز ان في هنا اللون احمر تمام وطبعا هنا كايب لك كل التفاصيل اللي حصلت ان بيقول لك ان الفورمات حصل له تغيير وايه اتحط لون احمر بعدين هنا كان فيه كومنت كومنت اللي هو الجزئية اللي فيها التعليق تمام وبعدين شوف بيجيب لك كل التعديلات او التغييرات اللي حصلت ما بين الملف الاولاني والملف التاني بعدين بتخش في اللي بعدها اهو اهو متلاحز ان هو دي الكومنت اللي كنو عاملينه وين هو دي بيقول لك ان الجزء ده تعمال له من الملف الاصلي يعني ده جزء متعدل ما بين الملف الاصلي والملف التاني اهو متلاحز انه هوت ان الملف التاني مفهوش الفقرة دي. فهنا معلم لك عليها وبيقول لك ان ده اه في الكمبير ما بين الاتنين. الملفين عادي اه دي اه. كل التعادلات اللي حصلتنا بين الملفين. ودي بتبقى جزئية كويسة جدا للناس اللي بتشتغل على اكثر اه من من نفس الملف. وعايزين مسلا يرجعوا للفرجن القديم. فعشان يحدد مسلا ايه هي الاختلافات اللي حصلت ما بين الفرجن القديمة والفرجن الجديدة. بيعمل هنا الكمبير. فبيجيب لك كل التعادلات بالزبط. ايه اللي حصل. طيب. هنا هو لو انت عايز تعمل لو هنا في اكثر من شخص عاملين نفس الملف او عاملين تعادلات على نفس الملف وتخليهم في ملف واحد. هنا هو بتختار. تمام? وهتختار برضو الملف الاول والملف التاني. وتقول اوكي. تمام? هيقول لك هو هيعمل الميرج ويخليهم لك في ملف وان ولا عايزين يخليهم لك في الملف التاني. فهنا افترض مسلا اختار في الملف التاني. واقول له ميرج يعني ادمج لي الملفين. ادي الملف اللي اللي يتعمل له. تمام? اهو. بالوقتي ربط لك الملفين وعمل لك كمان على التعادلات. انت تبيع عندك كامل الحرية ان انت توافق على التعادلات ما بينهم اهو. تعمل اكسبت اكسبت اكسبت. خلاص. او وتعمل اكسبت اول وتوقف كمان كده يبقى انت حصلت على ملف جديد من الملفين اللي عندك اللي كانوا من نفس الورجن الاصلية. اه طبعا بيخش بعد كده في اللي بعدها اللي هي هنا هوت لو انت هتبعت لملف الاشخاص تانية تقدر تحدد بالزبط الاشخاص يقدروا يعملوا ايه في الملف. بالنسبة ان هوت ل تقدر تعمل للمت للفورماتين يعني لو دست هنا هوت. ما حد الشي يقدر يغير الفورمات بتاع الملف اللي انت بعته. تمام? ده بيقول لك ده بالنسبة للي. طيب. يعني نوت بتحدد نوع معين من يعني لما نعمل عليها صح. هنلاقي ان هوت الملف ممكن تبعته يعني هتبعته قراءة فقط. بدون اعمل اي تعادلات. او تسمح بالتعادلات مع عمل التراك او تسمح بالوضع فقط ان هو يعمل لك ملاحظات. او ان هو يملأ النمازج. يعني انت بتبعت نموذج بتسمح لهم فقط بان هم يملوا هذا النموذج فقط ما يعملوش اي تعادلات على اي بيانات اخرى. هنا هوت هنا هو في حالة ان انت خلاص عملت كل الخيارات اللي فوق. بتبدأ تقول ياس استارت. ابدأ في حماية الملف. وبيقول لك كمان حط آآآ باسورد للملف للحماية. ده كانت رؤية سريعة لآآ قائمة ريفيو. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتم بشرح النهاردة. ويا ريت ما تبخلوش علينا بسبسكرايب ولايك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة.